الخلاصة بتاعي تقعد جنب اخواتك كل اخواته دول الحقيقة هي نفس النغمة ونفس اللكنة ونفس الشماعة في حدف كل حاجة على الاهلي ثم الايحاء الدام لان الاهلي مستقر ولان الاهلي عنده فلوس ولان الاهلي ما بتتحلوش مجالس ولالاهلي ما بيروحش المحكمة كل ده يا جماعة دي امرات عدم الاستقرار انت عليك مديونيات لانك عندك سوء ادارة عندك قضايا دولية وغرامات دولية من المحكمة الدولية ومن الفيفا لانك انت اسأت التعامل مع الاطراف المتعاقد معاه فسخت عقود لعيبة ومشيت مدربين من غير ما تسوي حقوهم راحوا المحكمة خدوا احكام هو الايحاء اللي ما عملش كده انت بتتكلف كلام مهم جدا وضحوا واحدة واحدة انت مشيت مدرب والايلي مشى مدرب اشمعنا ده اشتك وده مشتكاش انت عندك لعب وعندك مدرب كل الناس اللي انت بتتعاقد معاه الراجل قبل ما بيركب الطيارة ويمشي من القاهرة الاهلي بيبقى مسوي كل الامور معاه واخد كل حقوقه وماضي على فسخ عقده ومرتضب كل حقوقه لا فيه لعيب اجنابي يمشي من الاهلي راح اشتكى ولا مدرب راح طالب بحقوقه في المحكمة يبقى الاهلي هو اللي صنع للسقرار وانتوا اللي حرمتوا نفسيكم منه لان انت بتنشي مدربين وبتمشي لعيبة وبتبخس حقوقهم وبتضحك عليهم وبتخل باتفاقياتك ما قدامهمش سكة تانية إلا ان هو يروح المحكمة ياخد عليك احكام وياخد عليك غرامات دولية تقولك اش معنى الزمالك واش معنى الاسماعيل اللي بيتعرضوا لكده ما حتى انبي لما لما بوغتاص اللاعب بتاعه مدلوش حقوقه راح المحكمة خد حكمه بوقفة للقيد اذا احنا بنتكلم يا جماعة ودي قضية في منتهى الخطورة على السيد وزير الشباب والراضي ينتبه ليه اذا كنا بنتكلم على اهدار العملة الصعبة انت بتجيب مدرب اجنابي او بتجيب لعب اجنابي لانك بتستسمر فيه النادي الاهلي بيجيب مدرب زي كولر وبيتديله بالدولار لانه لما بينجح بحق بطولات بتجيب للنادي فمن سمى الدولة ملقين الدولارات فانت بتستسمر في اصل سليم لكن انا لما يكون تسوء الادارة اللي عندي بيعرض النادي ومن سمى الدولة انها تتغرم غرامات دولية بقولكو غرامات تطلع بالدولار للاطراف الاجنبية دي يبقى دي مسؤولة مين يبقى ليه وزير الشباب ما ينتبهش لده ليه الادارات اللي تتسبب بسوء الادارة بتاعتها وسوء التصرفات في ان هي تتعرض انديتها وهيئتها لغرامات دولية بالدولار ليه ما تتحسبش واحنا يا سيد إبراهيم يعني ما كناش هنتعرض لازل الامر لانه يعني هنعتبروا شأن الاخر